اشتركوا في القناة تعد الوصية أمر معتاد بين الكثيرين بهدف تقسيم أموالهم وأملكهم على الأقارب والأهل والأصدقاء إلا أن الرجل قرر ترك مبلغ يصل إلى الملايين لكلبته الأليفة التي طالما اعتنت به وخافت عليه بيل الرجل الأمريكي ترك لكلبته الأليفة في وصيته 78.049.950 جنيه ضمان لتوفير مستلزمات الغذاء والراحة التي تلزمها أخدت مرسى بيرتون سيدة تبلغ من العمر 88 عام أخدت الكلب لولو بعد وفاة صديقة أخدت الكلب لولو علشان تراعيها وتهتم بيها وسيتم تحويل المبلغ إلى صندوق ائتماني سيتم تشكيله لرعاية الكلب المخلصة وتحدد الوصية أن الأولوية هي توفير جميع احتياجات اللولو وأنها ستبقى مع بيرتون ترجمة نانسي قنقر